فيما يشهد لبنان انتفاضة شعبية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والتفشي الفساد قررت الإدارة الأمريكية حجب مساعدات كانت مقررة لهذا البلد عقب استقالة حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري وزارة الخارجية الأمريكية اخترت الكونغرس أن مكتب الميزانية في البيت الأبيض ومكتب الأمن القومي قرر حجب مساعدات عسكرية للبنان بقيمة 105 ملايين دولار أعتقد أننا كنا واضحين جدا في تعاملنا مع الحكومة اللبنانية وإننا نعتبر حزب الله منظمة إرهابية وهذا هو السبب في أننا عملنا على مدار سنوات عديدة لتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وضمان عدم وجود حاجة للاعتماد على أي خدمات مزعومة قد يتلقاها لبنان من حزب الله لم توضح الخارجية الأمريكية سبب هذه الخطوة إلا أن مقربون من الإدارة الأمريكية أكدوا أن الأخيرة تتخوف أن تصل هذه المساعدات إلى حزب الله وهو أحد أذرع إيران الإرهابية في المنطقة وتعتبره واشنطن منظمة إرهابية فرضت على العديد من أركانه عقوبات كبيرة في الفترة القريبة الماضية قدمت الولايات المتحدة في المتوسط سبعين مليون دولار كمساعدات سنوية للجيش وقوات الأمن اللبنانية وتسعى إلى الضغط على القيادة اللبنانية من أجل تشكيل سريع لحكومة يمكنها أن تسنى إصلاحات ملموسة ندعو السياسين في لبنان إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن حكومة جديدة تستجيب لمطالب الشعب دون فرض إملاءات من أي جهة كانت تعتبر الولايات المتحدة من أكبر المانحين للبنان وتأمل اليوم برؤية إصلاحات جدة خاصة بعد تعهدها في مؤتمر سادر الأخير الذي أقيم في باريس في إبريل العام 2018 بتقديم أكثر من 11 مليار دولار كمساعدات لهذا البلد إذا خضع لتغيير اتصادي ومالي ومؤسسي مساعدات قامت بإختار باريس لحقا بتجميدها أعربت الإدارة الأمريكية ميران عن قلقها من تنامي نفوذ حزب الله الإرهابي في لبنان وانتهاكه للقرار السيادي اللبناني والخراطه في صراعات إقليمية بأمر من سادته في طهران ما أدى إلى تجميد العديد من المساعدات هل أخيرة منها يرى مراقبون أنها قد تكون مؤقتة إلى حين اتضاح المشهد السياسي اللبناني الجديد حسين إبراهيم للأخبارية نيويورك